أنا لا أستبعد أن تقدم مجموعات مرتبطة بالإمارات أو بغير الإمارات لكن الاحتمال الكبير الإمارات بأن تقدم على هجوم على مراكز حساسة جداً مراكز حساسة الجزائرية جداً في الصحراء خاصة المراكز البترولية والغازية فأنا لا أستبعد ذلك لأن الآن طائرات بدون طيار سهلة الإمارات اشتركت مع الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة عسكرية في أغادس لا تبعد على الحدود الجزائرية إلا 300 كم 300 كم بالنسبة للطائرات بدون طيار هي بعض الطائرات بدون طيار تقطعها في نصف ساعة أو في 45 دقيقة تقصف وترجع جماعة فاغنر اللي رأهم موجودين الآن على الحدود الجزائرية واللي تركيا بكل أسف وألم بعت لهم طائرات البيرقدار قبل أيام فقط جماعة مالي فرحانين أنهم جابوا خمس طائرات من النوع الجيد من طائرات الدرونز هذا الدرق يقصفوا في الجزائر كما يريدون كون يحبوا يقصفوا محمد أغنطالا المعلومات التي لديها الآن نرى في العاصمة العاصمة الجزائر بدأت العصابة تنتبه للأخطاء الكاريتية التي ارتكبوها بدأوا ينتبه وبدأوا يفهموا بأن الأزواد حلفاء وليس أعداء وأن الأزواد هؤلاء ساندوا في الثورة متعالة ورفضوا تقسيم الجزائر ما تنسوش أنا ديقول من بين الطرحات اللي كانت عنده أنه ينشئ كيان للتوارك منه جزء من الأراضي الجزائرية هذه كانت فيها 1959 و60 كان الحديث وأشياء أخرى كثيرة فأغنطالا إذن نرى في الجزائر الآن وأغنطالا المعلومات التي لديها تقول أن هناك دول غربية ليس أحد أذكر أسمها لكن ثلاث دول غربية تتواصل معها ويقولون له نريد موافقتك لأن أغنطالا هو هذا وريث واحدة من أهم السلطنات اللي موجودين في الشمال المال كاش نهار نديد لكم كل تفاصيل كيف هي هذه السلطنات وانتقى متى إلى آخر وبالمناسبة هذه السلطنات كاللي أمرها 500 سنة كاللي أمرها 700 سنة مثلا العرش الأهقارن هذا وهو عنده سلطنة آدجر وسلطنة الأهقار اللي واقعين في الجزائر آدجر من جهة إليزي والآهقار من جهة تامرست حضر أمرهم مكتر من 500 سنة وللأسف منذ قبل 92 تعامل النظام الجزائري معهم بكثير من التعالي مش فاهم النظام هذا عصابات لا تفهم بللي هؤلاء حلفائك موج خصومك والدليل ها روح تتحلفت مع عسكر مالي انقلبوا عليك بمجرد أن جاههم الإمارات يعطى لهم أكثر والإمارات عندها خطة قلنا عليها أكثر من مرة بعدما فككت المشرق العربي تريد أن تفكك شمال إفريقيا والمغرب الكبير تفكيك هاو السودان هاو يتفكك قدامنا إذا حطيناها في شمال إفريقيا مصر هاية تحت الخضوع الإماراتي ليبيا هي تتفكك وش باقي؟ باقي الجزائر والمغرب وموريطانيا تونس هاية تحت النفوذ الإماراتي وبالنسبة للجزائر والمغرب داري لهم خطة باقي تتخلوا في بعضهم والإمارات تكون مرتاحة تماما إمارات رأي تنفذ في مشاريع عالمية مش برك ليها هي إضافة إلى أماكن الذهب مثلا رح نعطي لهم معلومة الآن المعلومات التي لديها أن جماعة فاغنر والجيش المالي سيهاجمون ثلاث مناطق قريبة من الجزائر في الأيام القادمة على أقصى تقدير في الأسبوع القادمة ما هي هذه الأماكن؟ سيهاجمون تين زواتين المالية اللي قريبة من تين زواتين الجزائري وسيهاجمون بلدة تهندرت إن شاء الله نكون تقتهم ليه اللي هي قريبة من تيميوين لكنها هي دخلة في الأراضي المالية يعني شمال المالي اللي هي أزوات وسيهاجمون عين خليل اللي هي قريبة من برج باجي مختار هذه المدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة الإماراتية المالية قريبة من هذه المدن الجزائرية ويوجد إماراتيين مكتشفين مناجم ذهب كبيرة جدا فيريدون يضربوا أصفر بحجرة يسيدروا على الذهب هناك تحميه فاغنر يحول الذهب إلى الإمارات جزء منه يذهب إلى الطغمة في مالي الطغمة في مالي مرتاحة لأن هذا الذهب كان موجود تحت الأزوات ما كان موجود تحتهم والإمارات مرتاحة تنهب ما تشاء وفاغنر يدي حقه وهكذا روسيا مرتاحة إمارات مرتاحة الجماعة هذون مرتاحين عسكر مالي وإلى آخره لكن بالنسبة للقوة الغربية قضية وجود فاغنر هناك كارثة كانوا انتقدوا النظام الجزائري بشدة ولذلك شنغريحة سيجعلهم تنازلات الآن شنغريحة يقوم ويقدم تنازلات راح نشوفها ما هيش بعيد أيام أسابيع تسمعوا أن قصفا أمريكيا قد حدث في شمال مالي ضد فاغنر لا أستبعد ذلك طلاقا هذه مش معلومة هذا تحليل لأننا نعرف وين يكون فاغنر من الولايات المتحدة يتصاب بالجنون لأنها تعرف أنهم يحدثون الفوضى وأيضا معناها نفوذ روسي وهذا صراع أمريكي روسي على المنطقة ونحن نذهب في الطريق في الطحين نتعشين قريحة ومجموعة لكنهم لا يفهمون لا يعرفون لا يستطيعون إدارة ثكنة كازيرنا فكيف يديرون دولة بكل ما هي من تعقيدات داخلية وخارجية وعلاقات خارجية وصراعات وخصومات لا يعرفون لا يعرفون